موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من جرائد نبدأها بالعنوين نبدأ من صحيفة الشرق القطرية قمة الفيفا تخطط اليوم رئيس الوزراء يستقبل إنفانتينو في الوطن القطرية إجماع بقمة الفيفا على تنظيم تاريخي لمونديال 2022 ثقة عالمية من رأي القطرية أحمد أحمد يؤكد السوبر الأفريقي في الدوحة لأول مرة نتابع من صحيفة ستادة دوحة انقلاب في الصدارة يشعل فتيل المنافسة على اللقب من عمان العمانية الأحمر يضع اللمسات الأخيرة على وضية تاجكستان من الأخبار اللبنانية مسح جيش في منزله عودة الإبن الضالة منتخب المغربية عن وناتا العلمي لم نناقش استضافة الكان وأجندتنا لا تسمح بذلك في شروق التونسية البلالي لاعب الترجي أحلامنا كبيرة في مونديال الأندية من موندو دي بورتيفو سيسكا موسكو يدل الريال مدريد في البرنابيو من صحيفة سبورتا الإسفانية إسكو يصطدم بالمشجعين كيكر الألمانية كتبت بعد لقاء استعراضي في أمستردان بايرن يتصدر مجموعة من مترو الإنجليزية وكيل موراتا يتواصل مع برشلونة من أجل انتقاله في يناير من العنوين نذهب إلى التفاصيل ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا موسيقى 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 شكرا لكم مشاهدين من جديد جولتنا على الصحافة القطرية نبدأها اليوم من غلاف الملحق الرياضي لصحيفة العرب ونقرأ صاحب السمو يترأس اجتماع مجلس إدارة الإرث من الصفحة ذاتها نقرأ رئيس مجلس الوزراء يستقبل إنفانتينو من العرب إلى الملحق الرياضي لصحيفة الوطن ونقرأ في البداية ما جاء في صفحة الغلاف اجتماع في قمة الفيفا على تنظيم تاريخي لموديل 2022 ثقة عالمية ونقرأ أيضا السوبر الافريقي بالدوحة حيث قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم رسميا استضافة قطر لمباراة السوبر الافريقي بين ترجل تونسي بطل دوري الأبطال مع رجاء المغربي بطل الكومفدرالية تفاصيل أكثر حول موضوع الغلاف نتابعها من الصفحة التالية من صحيفة الوطن انفنتينو يكشف نتائج قمة الفيفا الاتحادات الأهلية ناقشت أفكارا لتطوير كرة القدم الأمين عام للاتحاد التركماني لكرة القدم انبهرنا بالاستعدادات لكأس العالم 2022 سندعم المهند في الانتخابات مصعود يقول قطر تستحق التواجد في الفيفا ورئيس الاتحاد الفلبيني يؤكد أن موديل قطر سيكون الأفضل بالتاريخ ما زلنا مع قمة الفيفا المنعقدة في الدوحة ونقرأ أيضا من الوطن القطري قدم شرحا حول سير العمل في مشاريع كأس العالم الخاطر القمة فرصة للتعرف على آخر استعداداتنا رددنا على المشككين بجهودنا وعملنا عشرون عشرون سيشهد انتهاء أعمال استضافتنا لكأس العالم نعمل حسب الخطط ونتشاور مع الفيفا من نفس الصفحة أيضا نقرأ أحمد رئيس الكاف يقول قطر ستنظم نصخة رائعة من المونديالة الحديث عن الاستعدادات لألفين واثنين وعشرين أمر مفروغ منه آخر الصفحات معنا من الوطن نتابع فيها حوارا مع أحد لاعبي الغرفة يوسف مفتاح لاعب الغرفة في حوار الصراحة والوضوح ما عندنا احتراف القانون غير مطبق ورابطة اللاعبين القطريين لم تتحرك دورينا في النازل وتقييم غير منصف واللاعبون من الدوام إلى التدريب مفتاح قال أيضا بعض المحترفين دون المستوى ويهدرون المال العامة خسرتنا أمام السدب الثمانية سجلها التاريخ وتطاردنا حتى في الويوت نغلق الوطن ونفتح الملحق الرياضي للرايا القطرية ونقرأ من صفحة الغلف الاجتماعات تناقشت أهم القضايا الكروية وإنفنتينو يكشف نتائجها وقراراتها في مؤتمر صحفي الدوحة تثري قمة الفيفا نتصفح الملحق الرياضي للرايا ونقرأ أيضا بعد التعاقد مع المدرب الإسلندي وتسمية جهاز الكرة تفاؤل كبير بتعينات العربي الجديدة رئيس النادي يطلب الدعم أو دعم الجماهير وابراهيم خلفان يشيد بالخطوة آخر الصفحات معنا من الرايا نتابع ما جاء فيها جاسم البوعينين أمين عام اللجنة الأولمبية يؤكد بمناسبة اليوم الوطني المساهمة في رفعة الوطن واجب على الجميع احتفالنا باليوم الوطني يعزز الولاء والتكاتف والوحدة والاعتزاز بالهوية دعم وتوجهات القيادة الحكيمة وراء الإنجازات التي حققها أبطالنا قطر أصبحت في مصاف الدول المتقدمة وتتبوأ مكانة عالمية مرموقة الأدعم سجل حضورا لافثا في ميادين المنافسات الإقليمية والدولية جولتنا على الصحافة القطرية تتواصل والآن إلى صحيفة ستاد الدوحة ونقرأ من الصفحة التالية بعد فوز السد على تحيل بثلاثية في لقاء المؤجل انقلاو في الصدارة يشعى الفتيل المنافسة على لقف صفحة أخرى بنستاد الدوحة عن أرقام فريق تحيل التي توقفت بسبب خسارة السد رقم أتحال القياسي يتوقف عند 41 دون خسارة في الدور فقط الفريق حقق 34 فوزا وتعادل في سبع لقاءات آخر الصفحات معنا من أستاد الدوحة نتابع منها مقالا حمل العنوان التالي سحر العجوز الدكتورة مونيرا الثاني تحدثت في مقالها عن النقل النوعي الكبير لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي ومنافسته بقوة على تواجد بالمربع الذهبي لدور نجوم كيو أم بي وذلك تحت قيادة المدرب العجوزة تشيكي ميلان ناتشالا أبرز ما تناولته الكاتبة نتابعه في السطور التالية تواجد وذهب ليعبد هذا الموسم من جديد مع الأخضر القطري لتعلو أصوات إقالته مع بداية الموسم لنجد البديل من هنا وهناك التفكير في مدرب تركي أو قطري لأضرب الاتحاد بيد من حديد ويمنع تسجيل مدرب بديل ليبقى هذا العجوز لأظهر خبرة السنين وسحر التدريب يظهر من فانوس المارد ماتشالا لنشاهد أفضل أداء بروح جماعية من قبل رجال الأهلي ليغازل المربع الذهبي بسحر ماتشالا ولا نخفى العمل الإدارة بالاستقطاب طوال هذه الفدرة من مونتاري وفهمي وآخرهم أحمد سيل ذكاء إداري تشكرون علي بقاء الداهية ماتشالا مع الاستقرار توجه مجهود العميد بالانتصارات المتتالية آخر الصحف القطرية معنا اليوم صحيفة الشرق ونقرأ من إحدى صفحات الملحق الرياضي جوائز قيمة للفائزين في مهرجان المؤسس للهجن ومن نفس الصفحة أيضا نقرأ الكونغرس الأسيوي للرياضة المدرسية يختتم اليوم قطر عضوان بالمكتب التنفيذي للاتحاد القاري علي الهتمي يقول تجربتنا الرائدة في البرنامج الأولمبي وراء الاختيار وفي الصفحة التالية للشرق القطرية أيضا نقرأ وزير الثقافة والرياضة يثمن الخطوة تدشين أكاديمية قطر للرياضات الميكانيكية الهدف إبراز مواهب قطرية لمشاركتها مستقبلا في الموتو جي بي صلاح بن غانم العالي يقول دورنا رائد لقطر في المجالات الرياضية جلوتنا على الصحافة القطرية انتهت ونتابع الآن قراءة باقي الصحف العربية والبداية من الكويت ونقرأ من صحيفة الرأي كمال شمري يطالب بالكشف عن المادة التي استند إليها الاتحاد الكرة يرفض احتجاجات التبديل الرابع ويعتمد نتائج تمهيد كأس وللعهد استقالت ثلاثة من أعضاء لجنة المسابقات بعد قرار الاتحاد نبقى في الكويت ولكن هذه المرة مع صحيفة الأنباء ونطاله من قبل المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين تكريم عالمي للتصميم الجديد للاستاذ صباح السالم بالنادي العربية حمود المبارك يقول المشروع يأتي تنفيذا لخطة تنمية الكويت وتحقيقها للرؤية الأميرية السامية من الكويت نذهب إلى عمان ونفتح الملحق الرياضي لصحيفة عمان ونقرأ من صفحة الغلاف قبل مغادرة الأحمر الجماهير مطالبة بمؤازرة شعاره سيفين وخنجر نتصفح جريدة عمان ونقرأ تفاصيل أكثر عن عنوان الغلاف بصفوف مكتملة العدد الأحمر يضع اللمسات الأخيرة على ودية تجكستان اليوم ساعة دسهيل تجكستان تكشف الملامح علي سالم هدفنا تخطي دور المجموعات وذلك في نهائيات كأس آسي 2019 جالتنا العربية تتواصل ونصل الآن إلى المحطة العراقية ونقرأ من صحيفة المدى عقود الملايين والاحتراف الخليجي قوضا أمل المونديال زياد طارق لن تروا مثينا للمنتخب الفدائي والقانون ظلم راضي وحسين مشاجرة والدي في الاتحاد وراء موته وغمزة بيروت القطبية في السجن فوضى جمهور الدوري تناقض صموده تحت طلعات الأباتش مستمرون في العراق ولكن هذه المرة مع صحيفة الملاعب ونقرأ فيها المدير الفني للمنتخب الأولمبي عبدالغني شهد خمسة مغتربين فقط سيتواجدون في معسكر الدوحة تحديات التأهل باتت صعبة وسنواجه سوريا في البصرة من العراق إلى سوريا ونقرأ من صحيفة الثورة طموح كبير لنصور قاسيون في كأس أسيا معسكر مغلق في دمشق في الخامس عشر من الشهر الحالي وإعلان التشكيل النهائية في التاسع عشر من ديسمبر ونتابع من الصفحة ذاتها مقاما نحمل العنوان التالي عام الجذب يامن الجاجة الكاتف الصحيفة تحدث عن دور المحترفين السوري وكيفية الارتقابه من الناحية التنظيمية والتسويقية للمنافسة القوية على صعيد القارة الأسيوية مشكلة كورتنا لا تكمن فقط في عدم اتخاذ مسؤولي اتحاد اللعبة خطوات تترجم أقوالهم إلى فعال ولكن في عدم انتباههم لوجود عامل جذب كبير بإمكانه أن يكون نقطة مؤثرة في مساعي استقطاب رعاة ومستثمرين واحداث نقلة نوعية على شكل ومضمون منافسات الدوري والمتمثل بجماهيرية المسابقة هذا الجمهور الذي نتحدث عنه يمثل عامل جذب ومؤثر وهو بكل صراحة ما يجعل مسابقة الدوري تحظى بتصنيف مقبول على المستوى القاري على اعتبار أن المستوى الفني متوسط إن لم يكن دون ذلك وعلى اعتبار أن مستوى الملاعب أيضا ليس بتلك الجودة التي تمنح مسابقاتنا المحلية ميزة إضافية منتظار ما ستصفر عنه عملية تحديث عدد من ملاعبنا الكروية ضمن خطوات رفع الحظر عنها ليس بعيدا عن سوريا نذهب إلى لبنان ومن صحيفة الأخبار نطاله موسح جيج في منزله عودة الإبن الضال طريق المايسترو إلى النجمي تمر بالعهد والمستقبل قبلها جيج تصل أسقال بالمدرب السوري وإحسين عفشة عمل كبير ينتظر الكابتن موسى درب النضال طويل طويل يعاني النجمة من مشكلة تعدى تتوزع على كافة خطوط الفريق وبونياك يغادر برأس مرفوع راضا عما قدمته نذهب إلى صحافة شمال إفريقيا والبداية من المغرب ونقرأ أهم عنوين غلاف صحيفة المنتخب الصادرة صباح اليوم حتى الآن الكان بلا عنوان سايس ينطف بإنجلترا وحكيم يحكم بألمانيا العنوان الرئيسي يقول الرجاء عبر مثل القمر بعد تخطي لفريق الإسماعيل المصري بالبطولة العربية نبقى مع المنتخب المغربية وهذا التصريح المثير حول اعتذار المغرب عن عدم الترشح لتنظيم أمم أفريقيا 2019 العنوان يقول الطالب العلمي يكشف للمنتخب تطورات مثيرة في عدم احتضان المغرب للكانة لم نناقش هذا الأمر إطلاقا ولدينا أجندة لا تسمح بذلك إذن فجر وزير الشباب والرياضة المغربية رشيد الطالب العلمي مفاجأة من العيار الثقيلة تتلخص في الموقف الرسمي للبلاد بخصوص احتضان الكان المقبلة وخلافا لكل الأخبار التي ربطت المغرب بهذه المسابقة جاء النفي على لسان الوزير الذي أبدى استغرابه ودهشته مما تم الترويج له وقال للصحيفة لم يسبق لنا إطلاقا داخل قنوات والأجهزة الرسمية وأن تداولنا موضوع احتضان الكان أبدا لم يحدث هذا لدينا انشغالات موازية في نفس السنة وأهمها الألعاب الافريقية والتي ستحتضنها العاصمة الرباط لا يمكن أن تكون هناك تظاهرتين في وقت واحد أو متقر دائما مع المنتخب المغربية ونتابع مقالا حمل العنوان التالي استثمار الصحوة بقلم المهدي الحداد الذي طالب باستثمار النجاحات الأخيرة للكرة المغربية سواء على صعيد الأندية أو المنتخب والمنافسة بقوة على لقب أمم أفريقيا 2019 أبرز ما قاله الكاتب نتابعه في السطور التالية كثيرة كانت الأفراح في السنتين الأخيرتين في الواجهة الخارجية مع المنتخب والأندية ورائعة هي الصحوة التي تحققت بهمم الرجال وعزيمة الأبطال لتمد لنا يد الصلح مع كأس العالم وتعطين الأمل الأعظم بالاقتراب من التتويج بكأس أمم أفريقيا بعدما أتى الغريمان الوداد والرجاء على الأخضر واليابس بحصاد ثلاثة ألقاب قارية كبرى هي دور الأبطال والسوبر والكونفدرالية في ظرف زمني قصير رفع الكرة المغربية إلى عنان السماء الآن والمغرب قد عاد إلى الريادة ومنصات التتويج وتصالح مع العالمية في بطولات المنتخبات والأندية ستزداد الضغوطات بشكل مهول على الأسود وممثلي الفرق في المسابقات الخارجية لأن سقف الطموحات بات أعلى وحجم الانتظارات صار أكبر من المغرب نذهب إلى تونس والبداية مع صحيفة الشروق ونقرأ فيها يوسف البلالي للشروق أحلامنا كبيرة ومزيان صفقة رابحة المهاجم الجزائري في صفوف فريق الترجي التونسي أكد أن فريقه يطمح لتقديم أفضل مستوى له في مونديال الأندية التي يبدأها يوم الخامس عشر من الشهر الجاري أمام فريق العين نبقى في تونس ولكن هذه المرة مع صحيفة الجمهورية ونطالح وديع الجريء يكشف موعد الإعلان عن المدرب الجديد للمنتخب الوطني في التفاصيل قالت الصحيفة أن رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء قال أن موعد الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد لمنتخب تونس سيكون نهاية هذا الشهر ونفى الجريء ما تردد بشأن وجود اتصالات مع المدرب البرتغالي باولو دوارتي أو المدرب صبر اللموشي الذي لا يرتبط بعقد حاليا ختام جولتنا العربية اليوم من الجزائر ومن صحيفة الشروق نقرأ دول شرق إفريقيا تضغط عليه أحمد أحمد يدرس احتمال ترشيح ملف مشترك لتنظيم كان 2019 نستهل جولتنا على الصحافة العالمية من إسبانيا والبداية من موندو دي بورتيفو وعنوان الخبر يقول سيسكا موسكو يضل ريال مديد في البرنابيو حسب الصحيفة فقد ظهر لاعبو الملكي بمستوى مخيب أمام ضيوف في ظل حالة من اللامبالات والاستهتار بعد ضمان التأهل في صدارة المجموعة لإخرج الفريق في نهاية بنتيجة كارثية موندو دي بورتيفو تناولت المستوى السيء للبرازيلي مارسلو والذي مثل ثغرة كبيرة في الجبهة اليسرى لدفاعات الريال إلى غلاف صحيفة الماركة نتابع فيها الصحيفة وضعت صورة كبيرة لإسكو مرفقة بعنوان ليلة للنسيان تدعيات الخسارة القاسية للمارينغي وكبتها صحيفات سبورت من خلال العنوان التالي إسكو يصدم بالمشجعين يبدو أن أيام إسكو في مدريد قد أصبحت معدودة فالدولة الإسباني لم يتحمل صافرات الاستهجان التي أطلقها المشجعون عقب أهداره فرصة أمام المرمى ليقوم اللاعب برد فعل فوري ويحمل كثير من التهكم متوجها للجماهير بالقول ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ إلى خبر لافت نتابعه من صحيفة البايس الإسبانية ويقول اتحاد الباسك يطلب الانتساب للويفا والفيفا في التفاصيل فإن حكومة إقليم الباسك التي تطالب الانفصال عن إسبانيا في طريقها لطلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم ونظيره الأوروبي الموافقة على أن يكون لها منتخب وطني مستقل اتحاد كرة القدم في الباسك قرر بأغلبية ساحقة التقدم بطلب الانتساب إلى كل من الفيفا والويفا علما أن الاجتماع شهد تواجد ممثلين من أندية أتلاتيك بالباو وريالا سوسيداد وإيبار وديبورتو ألافيسا أحداث دراماتيكية شهدتها ختام مباريات المجموعة الخامسة من دور الأبطال رصدته ككيرل ألمانية من خلال عنوان التالي بعد لقاء استعراضي في أمستردام بايرن يتصدر مجموعته لعبوا باير ميونيخ حققوا المطلوب أمس وتجنبوا الخسارة أمام آيكس أمستردام في هولندا رجال المدرب كوفاتشا الذين كانوا متأخرين بهدفين لهدف قبل تسع دقائق من النهاية استطاعوا العودة وتسجيل هدفين قبل أن يعادل الفريق الهولندي الأرقام بثلاثة أهداف لكل فريق نتيجة كانت كافية لحسب النادي البافاري صدارة المجموعة الخسارة المفاجئة التي تلقها فريق السيدة العجوز شكلت مادة دسمة لصحف إيطاليا توتو سبورت كتبت أليجري أعتذر على الخسارة لكن أهدافنا تحققت المدير الفني للسيدة العجوز رأى أن النادي يونج بويز أسويسري استحق الفوز في تورينو بعد تراخي لعبيه في اللقاء وارتكاب العديد من الأخطاء ماسيمليانو أليجري شدد على أن الأهم كانت تحقيق هدفه بتصدر المجموعة وأنه غير مهتم بهوية المنافس في الدور ثمن النهائي مشدد على أنه سيسعى لأن يكون لعبه في أفضل حال في فبراير المقبل إلى إنجلترا وخيبة أمل جديدة لجوزي مورينيو الخبر نرصده من صحيفة The Guardian مانشستر يهدر فرصة اعتلاء الصدارة ويتلقى درسا إسبانيا في فالنسيا المدرب البرتغالي لم يستفد من خسارة الـ UV وسقط أمام فالنسيا بهدفين دون هدف لتتعقد حسابات النادي الإنجليزي في الأدوار الإقصائية حيث ستضعه القرعة أمام أقوى الفرق الأوروبية الأمر الذي قد ينهي مشوار Special One في البطولة الأعرق مبكرا الختام من إنجلترا ونطالع من صحيفة مترو هذا الخبر وكيل موراتا يتواصل مع برشلونة من أجل انتقاله في يناير الصحيفة تحدثت عن محادثات أجرها وكيل ألفارو موراتو مع النادي الكاتلوني تمهيدا لرحيل مرتقب عن لندن في المركات الشتوية مترو كشفت أن إدارة البارسا تبحث عن بديل جديد للويس واريز الذي يعاني إصابة مزمنة في الركبة وأنها قد تجد ضلتها في موراتا الأموراتا الذي أصبح خارج حسابات موريتس يوساري المدربة تشلسي إلى هنا مشاهدين وصلنا لختام حلقة اليوم من جرائد متقانة يتجدد غدا في حلقة جديدة بإذن الله شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة